موسيقى صباح الخير لك للمشاهدين اليوم نهار الخميس 21 الأول أكتوبر 2015 عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ أو لغاية ساعة 12 ونص بتوقيت بيروت وأكيد اليوم ننتقل مثل العادية لحتى نكون بتغطية خاصة للمحكم الدولية الخاصة بلبنين اليوم محطاتنا راح تكون عديدة وكمان في كتير ضيوف معنا راح يرفقونا بخلالها نهار لحتى يعرفونا على كل الأنشطة اللي عم تصير بلبنين وبالمنطقة بالإضافة لفقراتنا المتعددة كمان وكمان بدي أقلكن أنه اليوم قريت استاتيس كتير مخضومة على الفيسبوك قريت واحدة من أصحابي عم بتحط أنه فقت الصباح نزلت ابني على الأوتوكار وكانه الحياة عادية وما في شيء فجأة ولعت الحرب من الجديد إنه واحد تشرين الأول إنه شو فيه شو عم بيصير لقيت إنه في ناس عم بيحتفلوا بأحد الاحتفالات وعم بيفرقوا من قبل الضوء من السبعة إلى عشرة طب ارحمونا ولو طب نقصنا نحن أمور كتير كمان توترنا وتعيشنا بخوف وبترهيب كل الوقت يعني ما بيكفينا الأمور اللي عم نعيشها بيكفي قطعة الكهرباء واحد ينزل لحاله يغير الدجونكتر ويرجع يطلع ويحس إنه قطعت كهرباء وقشت الكهرباء هيدا غير الأكشن اللي بيصير يوميا وغير الضهرة وغير الأمور البشعة اللي عم تصير كمان حوالينا غير أمور كتير هيكي واحد صاير بدو يتابع نشرة الأخبار لحتى يعرف موين بدو يروح أي طريق بدو يسلك بقى نتمنى عليكم شو ما صار فيه احتفالات احتفالات حلوة واحتفالات بشعة بليز 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 ما بقت تحتفله بطريقة كتير مزعيشة لأنه ما ناقصنا أبدا مش لبيحاج إن إحنا نتذكر ولا أي أمور من أمور الحرب ولا حتى إشي بتنقزنا ولا إشي بتعيشنا على عصابنا لأنه اللي فينا نكفينا وزيادة كمان اليوم معنا شاف فريد بأطباق جديد رح يخبرنا عنا صباح الخير شاف صباح النور كيفك ريزان حمد الله اليوم شغلت أشير البطاطا من الصبح شو عنا اليوم في عناك رتان بنا نعمل على الطريقة اللبنانية هيك فيها فتلة صغيرة وبنا نعمل كمان فريكة مع سمك هيدي إيد بييد لغيدة يعني هيدي الصلصة الحرة مش بالعادي ما بتعمل إشي حرة لما أنا بكون على الهوا مصبوط بس أنت ما قلتي لليوم تكون على الهوا تفجأت فيك تفجأت فيه بدك تفرقع لأنه تفجأت فيه بفجأت سارة بطريقة موز عيشة راح نتابع اليوم محطات عديدة خلينا نشوف شو هي بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن ريوة بتستقبل ضيفة لنتعرف على أمراض جدية مزمنة بعصحة السلامة الأفوكاب لبنان مع كندا وديوفا بأرض ورد هل ممكن نتعلم العنف؟ خلينا نحكي مع تانيا ورشية ملح مع الشيف فريدة على وصفات جديدة وشهية بداية عالم الصباح بتكون مثل العادي مع كارمن والأبراج بصبحكم بالخير يوم الخميس 1 أكتوبر 21 ببداية هيدا الشهر الأمر مرافقنا عن برش ترابي برش الثور والأجواء جيدة جدا اليوم للأبراج الترابية الثور العذراء وأيضا موالي برش الشدي كيف رح بيكون نهارنا بمطلع هالشهر بنبدأ مع برش الحمل؟ بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل يمكن تضطر تعمل حسابات من جديد يمكن هيدا الشهر رح يسبب لك شوية تقلبات إن كانت مدية إن كانت نفسية إن كان في بعض ضغوطات حتى الدراسية بمطلع هذا الشهر عمول حساباتك كتير منيح يبقى المولود الأكثر حظا 21 إلى 23 أدار مارس ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الأجواء اليوم كتير مهمة عندك انطلاءة الشهر سريعة سريعة الإقاع سريعة الوتيرة وتقدر تتأقلم معها بسهولة الأجواء حلوة يمكن تحمل لك صفحة جديدة أو قرار يتعلق بعمل أو يمكن حتى انتباه لجسمك يمكن تبدأ دعاية جديدة يمكن تنضم لنادي جديد كل هالأمور بتخلي اليوم مولود برش الثور متحمس ليحسن أوضعه الأكثر حظا 30 نيسان أبريل وحد أيار معيو ننتقل لبرش الشاوساء اليوم مولود برش الشاوساء لأنه الأمر موجود ببرش الثور بيخليك تحس وكأنه اليوم كل شي بطيء يمكن تحس أنه أمورك مش ماشية مثل ما لازم اليوم في شوية زهق اليوم في بعض التأخير ويمكن اليوم يكون في بعض الأخطاء ففتح عينيك ودينيك كتير منيح بكرة وبعد بكرة من أجمل أيام انتظارك فما تحرق أوراقك اليوم الأكثر تعمل 22 و23 أيار معيو مننتقل لبرش السرطان مولود برش السرطان اليوم بيمطلع هيدا الشهر يلي هو شهر شوي متقلب منه هلأدي سابت وراكز بالنسبة لألك اليوم بيمطلع هيدا الشهر في حركة في حركة حلوة بتحس أنه الناس عم تتكيف معك عم بتساعدك بعكس اليومين المقبلين اللي رح بيكونوا شوي صعبين إذن شهل اليوم حط رؤوس الأقلام له الشهر اليوم وبعدين ارتاح في اليومين المقبلين الأكثر تعبا 5-6 تموز يوليو ميكمل مع برش الأسد مولو برش الأسد صحيح المعنويات اليوم بحاجة لنتفت دعم ونتفت شتشدة لكن الجو كتير مهم أصلا كل هالشهر مهم بالنسبة لألك ويعد بتقدم كبير خلي عصابك رايقة وروح على امتحانيتك وعلى مواعيدك وانت متمكن من عملك بيبقى المولودي اللي عنده حظوظ مهمة وجيدة جدا اليوم هو مولود 15-18 أب أغسطس من انتقل لبرش العذراء انهار كتير مميز لمولو برش العذراء تنطلق بقوي أفكار جديدة عندك طموحات مختلفة بتتعرف على إشياء ثقافية جديدة بتحسها وكأنها ملهمة لألك مولو برش العذراء تعتبر اليوم أنت من الأبراج الأكثر حظا خاصة إذا كنت من موليد 2-4 أيلول أما إذا كنت من موليد شهر أب أغسطس فكوكب المريخ بعده ماشي عندك فكون حذر وبعد عن المجازفات كليا ننتقل لبرش الميزان مولو برش الميزان بكرة وبعد بكرة أفضل بألف مرة من اليوم شو لازم تعمل اليوم؟ بمطلع هذا الشهر بدأ تكون ماشي على الدفتر حسب الأصول حسب التقاليد ولازم مولو برش الميزان اليوم تقرب المسافة بينك وبين الآخرين من خلال محادثات من خلال يمكن حتى زيارات ومن خلال نوع من موسيارة اللي عنده ظرف إيجابية وسلبي 23-24 أيلول سبتمبر منكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب بمطلع هذا الشهر الأجواء صعبة وتقيلة إذا نهيت الشهر الماضي على خلاف في احتمال أنه اليوم بمطلع هذا الشهر تبدأ أيضا على خلاف أو بمشكل بعد عن المشاكل سفر سنة الأجواء ضعيفة وما في حزوز لألك بشكل خاص إذا كنت من مواليد شهر نوفمبر 22-24 منكمل مع برش القوس هذا الشهر أحلى من الشهر الماضي لكن بدايته بتحمل لمولو برش القوس شوية مسؤوليات وكأنه انتهت اليومين والثلاثة الأخيرين اللي كانوا بيحنوا لك شوية هيصة وشوية احتفالات اليوم فيه شغل اليوم دك تحط وراء وألم قدامك وتمشي على الأصول أيضا الأجواء متعبة جسديا ويمكن صحيا الأقل حظا 23-25 تشرين الثاني نوفمبر منكمل مع برش القوس مولو برش القوس ينهار كتير حلو فيه تسلي فيه رومانسيات فيه مصالحات فيه تقدم مهني واجتماعي أيضا بعتبره من الأيام المهمة جدا بهيدا الشهر المهم واحد اثنين كانون التاني يناير الأكثر حظا نوصل لبرش الدلو مولو برش الدلو ما تزعل إذا واصل لأكتوبر منرفز ومعصب بدك طول بيلك كتير وقال له بتنزعه من أولا ليش؟ لأنه شهر أكتوبر بعتبره شهر كتير مناسب لمولو برش الدلو شهر بيساعدك بيحمل حظوظ كبيري فما تنزعه اليوم 10-15 شباط فبراير الأكثر حظا منكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت هيدا نهار حلو أنه تتحدث فيه مع الناس مع الآخرين تعبر عن رأيه توصل أفكار تشارك بالأفكار تستفهم عن الآخر شو بده و شو رأيه نهار عندك فيه سرعة خاطر سرعة بديها وبالتالي نهار مهم جدا لكل أنواع الكتابات امتحانات واللقاءات 1-2-3 قدار مارس الأكثر حظا بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة لأنه هيدا السنة على الأرجح فيها عقود جديدة كونترايات جديدة فيها بوليصات تأمين جديدة مختلفة وكلو لا صالحك ضروري تمشي حسب الأصول والقوانين أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا كارمن أكيد بعد لحظات رح نتابع محطاتنا وسؤالي لليوم على صفحتنا على الفيسبوك قديش الولاد معراضين للعنف وهذا كمير رح تطرحوا اليوم هالموضوع تانية بموضوع خلينا نحكي رح نتابع أكيد بعد لحظات خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر